يقول لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا وقد خلوص إليه وإلى أهل بيته تدري يعني شنو وقد خلوص إليه وإلى أهل بيته يعني العدو وصل للحسين وإلى أهل بيت الحسين الأصحاب كلهم قتلوا والعدو وصل إلى أبي عبد الله الحسين وإلى نسائه إلى أهل بيته يقول ولم يبق معه غير سويد بن عمر بن أبي المطاع الخثعمي وبشير بن عمر الحضرمي بس هذان الاثنان بقيا قلت له يا ابن رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك يعني من الشرط كان عندنا شرط إحنا من التفقين عليه قلت لك أقاتل عنك ما رأيت مقاتلا فإذا لم أرم قاتلا فأنا في حل من الانصراف فقلت لي نعم كأنه يريد إحراج الإمام عليه السلام في هذه اللحظات الحرج الأخيرة من حياة سيد الشهد فقال عليه السلام صدقت وكيف لك بالنجاء إن قدرت على ذلك فأنت في حل قال فأقبلت إلى فرسي شوف على رجلي أقاتل لا راكبا الفرس فقتلت يومئذ بين يدي الحسين رجلين وقطعت يد آخر وقال لي الحسين يومئذ مرارا على حد زعمه قال له لا تشلل الله ليش الإيدك لا يقطع الله يدك جزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك صلى الله عليه وآله هنا أيضا قد تستوقفني وتقول شيخنا ها هو الحسين عليه السلام قد أثنى على هذا الرجل ودعا لهذا الرجل فكيف نذمه ونلومه إذن ينبغي أن نرفع الذنب عنه والملامة أو اللوم نقول ينبغي أن لا تكون هنا غافلا عن حقيقة أن الذي ينسب هذا القول للحسين من هو نفسه شهادة المرء لنفسه مقبولة هو الرجل هذا كان لا محالة يتعرض للملامة بعد ذلك إذ تخلى عن الحسين عليه السلام الناس يلومون ويجب أن تشتويت فحتى يرقع ما كان منه حتى يبرر زعم أن الحسين كان راضيا عنه ويدعو له ويثني عليه ما أدرانا أن الحسين عليه السلام قال هذا الكلام حقا ما أدرانا عندنا شاهد آخر محايد ما عندنا فلا يمكن إذن أن نقبل بشهادة هذا المرء لنفسه هذا أولا ثانيا على التنزل وعلى فرض أن الحسين عليه السلام قال ذلك فهذا لا يعدو ما أثر عن أئمتنا عليه السلام من الدعاء في ظرف خاص مقيد بذلك الظرف لأصحاب ذلك الظرف وليس يعني ذلك بحال من الأحوال ارتفاع المذمة عنهم بالكلية وحسن عواقبهم بالضرورة مثال أبو طاهر البلالي رجل كان من وكلاء إمامنا الحادي عشر أبي محمد الزكي العسكري صلوات الله عليهما في كتاب كتبه العسكري إلى أبي إسحاق أبي على البلالي رضي الله عنه شوف فإنه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه صح في ذلك الزمان كان ثقة مأمونا رضي الله رضي الله عنه عارفا بما يجب عليه ثم بعد ذلك الرجل انقلب وصار ملعونا الناحية المقدسة صدر منها كتاب في لعن أبي طاهر البلالي عليه لعنة الله ثم ماذا رضى المعصوم عن شخص في ظرف معين بسبب فعل معين لا يلزم منه إدامة الرضا إنما العبرة بالخواتيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صح نزل عليه من رضوان والإلهي لماذا لهذا الفعل الحسن المقيد في هذا الظرف لكن بعد ذلك ماذا أحدثوا ماذا فعلوا من انقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله أصلا هذا المائز في النظر والتقييم بيننا وبين مخالفين أن مخالفين الجهل يتصورون أنه إذا مدح أحد في الكتاب والسن في ظرف ما فمعنى ذلك إدامة المتح والتعامي تماما عما وقع من ذلك الشخص بعد هذا المتح يعني حتى لو كفر وفجر وفعل الأفاعيل فهو ممدوح الشيعة لا يقولون بهذا يقولون المدح مقيد بظرفه الذم مقيد بظرفه إلا أن تكون هناك قرينة على الدوام والاستمرار هذا شيء آخر فالآن هب أن الحسين عليه السلام قال هذا الذي يزعمه الضحاك لصالح نفسه فلنفرد ذلك جدلا فنقول إنه مقيد بظرف ما صدر منه في تلك اللحظة من بلاء حسن قتل رجلين قطع يد رجل ثالث دفاعا عن الحسين عليه السلام فقال الحسين دعا له لا تشل اليدك يدك وبالفعل ما شلت دعاء الحسين استجيب له في الدنيا أما ماذا عن فراره ماذا عن تركه سيد الشهداء عليه السلام وقد احتوشه الأوغاد من كل ناحية شوف تتحمل أنت هذا الذي أنا سأتلوه عليك الآن بلساني هو يقول أنا ماذا فعلت يقول فلما أذن لي استخرجت الفرس من الفسطات ثم استويت على متنها على متن الفرس ثم ضربتها حتى إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم حتى يلته القوم بهذه الفرس ويتركوني فأفرجوا لي واتبعني منهم أو أتبعني منهم خمسة عشر رجلا حتى انتهيت إلى شفية قرية قريبة من شاطئ الفرات فلما لحقوني عطفت عليهم يعني التفت إليهم فعرفني كثير بن عبد الله الشعبي وأيوب بن مشرح الخيواني وقيس بن عبد الله الصائدي فقالوا هذا الضحاك بن عبد الله المشرقي هذا بن عمنا ننشدكم الله لما كففتم عنه تركوا هذا ولد عمنا هذا فقال ثلاثة نفر من بني تميم كانوا معهم بلا والله لنجيبن إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبوا من الكف عن صاحبهم قال فلما تابع التميميون أصحابي كف الآخرون قال فنجان الله نجان الله يقول يا خائب بل قد خيبك الله تترك سيد الشهداء عليه السلام وحيدا غريبا لم يعد له ناصر قد قتل أهل بيته قتل أصحابه الدماء والأشلاف في كل مكان أنت تعلم أنها آخر لحظات سيد الشهداء وهو أحوج ما يكون إلى أن يدافع ويذب عنه آخر دقائق من حياة سيد الشهداء بعد دقائق الحسين عليه السلام سيقطع إربا إربا في هذه الدقائق في هذه اللحظات تخذل سيد الشهداء وتفر بهذه الطريقة المخزية يا لسواد الوجه يا للعار والله